بقى لبعض الحاجات اللي يعني نعلق بيها كده ونشوف رد الفعل ونشوف الناس اتعاملت مع الموقف ازاي هبدأ بتويتا بتاعة الفنانة الجميلة ماي كساب لان كل مرة هيبقى فيه فرصة نربط بيها بين الكلام ده عن النادي الزمالك وعن الحال اللي بيوصل لنادي الزمالك هاطلع لحضراتكم اللي قالته الفنانة الزمالكوية الجميلة ماي كساب اللي قالت نادي الزمالك شبه حياتنا بنقع ونقوم ونعافر وكل حاجة ضدنا وإحنا برضو بنحارب هو ده نادي الزمالك اللي دايما مظلوم دي فنانة كبيرة بتتكلم وبتعبر عن اللي بيحصله نادي الزمالك وهو ده الحال وهيفضل مستمر معنا نفس الحال ده فيه أستاذ طارق علي على تويتر اتكلم وفضح برضو اللي بيحصل ده في عالم كرة القدم الجسر عبارة عن إحياء المسيرة المهنية لأي لعب ولكن في مصر الجسر عبارة عن محطة قصيرة تنتهي في النادي الأهلي عنوان الجسر واحد ما بيتغيرش تقريبا معظم نفس العقليات من قسرتها وتكرارها تتأكد بالناس ثقافة تموحهم قصير يتوقف على الجسر دي بقت سمعة النادي الأهلي ده حد ما عرفش أنا أستطرق ده على تويتر حد من الناس في الخليج العربي لكن بيقرأ المشهد وبيشاهد وبيشوف الزميل العزيز صبحي عبدالسلام على صفحته كان قال لا الزمالك هيبطل يصنع نجوم ولا الأهلي هيبطل يعمل كباري الحاجة الوحيدة والصورة اللي عجبتني وعايز أقف عليها هي الناس اللي عملت أني ما بقاش الشعار فلان فوق الجميع لا بقى إمام عشور هو اللي فوق الجميع ده للأسف وهو ده حجم الطبيعة هو ده اللي لازم توقف عنده هو ده اللي لازم تتكلمه فيه محدش يطلع يتشدق بقيم ومبادئ مش موجودة مش موجودة